خوتي خوتيتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستسمح لجميع متتبعين قناة الجنة العربية لأنني لم أبقى يشدد فيديوهات هذه الأيام كاملة لكني الظروفين خاصة الحمد لله سنبدأ الفيديوهات ولكن بخبر صار هذا الخبر صار لبعض الناس وغير صار للبعض الآخر خبر صار لمن للعمال للنواة اللي بغوا يجيوا في عقود العمل من المغرب من تونس من الجزائر من جميع الدول اللي تسمح بها القانون الإيطالي كذلك أخبار صار للناس اللي جاءوا هنا لإيطاليا وبقوا حاصلين أن المشغل خوابهم أو طلب لهم مال زائد أو لسبب من الأسباب وبقوا معرفوا أشنو يديرهم لأنه جاءوا نتصالات كثيرة اليوم عندنا لكم الجواب الرسمي ومنين من الحكومة من الوزارة ديال العمل وكذلك من الحكومة الإيطالية غادي نشرحوا طريقة اللي غادي تقدروا تأخذوا بها الأوراق ديالكم كذلك أشنه هو الجديد ديالقانون الكونترات لهذه السنة القادمة اللي هو الـ 2025 وأشنه هي الإجراءات الصاريمة وردوا بالكم لأنه هنا كين أشياء مهمة خاصكم تعرفوها إذن معلكم إلى تتبعونا بعد الفاصل سنواصل أول حاجة هذا الفيديو غادي نقسموه لقسمين لشقين الشق الأول خاص للناس اللي غادي يجيوا من خارج إيطاليا يعني العمال المهاجرين اللي الله ما زال باغين يجيوا خاصهم يعرفوا إشنه هو الجديد إشنه هو باش حتى نتمليه غتكلم معاه هذك الباطرول اللي بغي يجيبك خاصك تعرف أشنه تقول ليه أما الشق الثاني خاص للناس اللي يجيوا بالكونترات يبقوا حاصلين هنا يا جا عندهم ستشهر يا إما انتهت له هذا العقد العامل والمشاغل ما دفع ليش يا إما ما زال ما سالاش يعني عندنا لكم حلول قانونية ورسمية إذن أول حاجة القانون الجديد يعني من بعد مجتمع المجلس الوزاري ديالحكومة ديالجورجا ميلوني تم الموافقة نهار جوج أكتوبر على مجموعة من القرارات المهمة احنا اليوم غير على عقود العمل الكونتراس اللي في هذه الحلقة الحلقة القادمة غير نتكلمه للناس أصحاب اللجوء لأنه هنا رح داروا قانون مغادل دير الأجانب لأشياء كثيرة احنا اليوم غير على عقود العمل أول حاجة للناس اللي بغيروا وجودوا من الخارج يعني أي مشغل بغير يقدم لكم لازم أنه يعمر الطالب دابا وغادي ديروا واحد المدة أكتر من الأول كان قبل باش أن المشغل يدفع الطالب مثلا الكليك داي كما تيقولوا على أساس أنه اللي غير يدفع مثلا للعمال الموسمي كان نهار عشرة فشهر جوج دابا لا غادي يفتحوه ابتداء من ستين يوم من نهار خرج هذا القانون يعني غادي يكون ابتداء من نهار جوج في شهر 12 يعني ديسمبر لهذا السنة غادي يفتحو السيستام غادي يدخل لهذا المشغل غادي عمر المعلومات دياله وهنا فين كين التغيير اشن هو التغيير كين الناس غير يقول كوديو هاتي سرحنا عارفين ولا لا من اللي غادي عمر هذا المشغل الدوسي دياله اشنو غادي يوقع يعني من بعد تتعمر تدخوم الوزارة المكلفة اللي هي وزارة الداخلية باش غادي تحول المعلومات ديال المشغل اللي من تتحولهم اللي ينبس اللي هو صندوق الضامان اجتماعي كذلك تتحولهم اللاجنسية دياللي انتراد علاش تتحول هذك المعلومات باش تأكد من هذك المشغل واش اولا تلتازم بالقوانين مبقاش قبل جيب واحد الورقة من مكتب الشغل وهذك الورقة واش نتا وموافقة وهذك الاجراءات اللي غيصبح كل شيء اوتوماتيكي يعني من اللي ستتعمر انت الطالب الكليك ذاك باقي تل نهار مثلا شهرجوش ولكن ترى شهرين قبل غديديروا كونترول لهذك المشغل يعني هنا بنسبة لي هذا خبر صار لدق العمل لانك انت إليك انت غجي راه هذك المشغل إلى ما كانش تستوفي هذ الشروط اللي غدينقول راه ما غديش عطوه الموافقة وما غديشتش الفيزا وكان اخبار اخرى اللي مهمة غتعرفوها هذا الشيء الاول الشيء التاني غديتم التفعيل الخاصية الإيد ديجيطال يعني هذي الناس اللي في ايطاليا غاي عارفوها هذي الإيد ديجيطال يعني اي مشغل غديكون عنده واحد يعني واحد الخاصية رقمية خاصة به علش باش انه تدخل لجنسي انتراضي لانه غيتم التفعيل بمجرد انه غدي عمر طالب باش انهم تعارفو كل المعلومات عليه يعني ملي تكون عندك هذي الإيد ديجيطال وراك كنت سبق وتكلمت واحد الحلقة الإيد ديجيطال الخاص للناس المواطنين العاديين المقيمين في ايطاليا علش لانه اي واحد تدخل يعني اي بنكة اي شركة اي اجونس تدخل بالإيد الديجيطال ديالك تطلع لها المعلومات والصحيحة ولا لا واش هاتشي مزور ولا لا يعني باش يتفادوا هذك التزوير كانوا لقاوا الناس تيهز غير معلومات من الانترنت وتيمشي يدفع وكينينوا وساطا وفي الاخر تتخرج كونترا من اللي تيجي هذك العامل تيجي ما تلقاوا له تيقول لي راها كونترا خاوية را ما كانتشي حاجة خاوية كينش حاجة اسميتها خاوية لانه لقاوا ان الدولة اعطاها تكتر من 230 الف عقد عمل ولكن المسجلين غير نسبة قليلا يعني واحن العشرين 30% المسجلين والباقي كل شي خاوي اذا داروا هات الخاصية حاجة اخرى حاجة اخرى اللي مهمة انه المشغل من اللي تعمر الطالب هذا احنا بقي ما تدفعش غير تعمر طالب تيفعلوا واحد الخاصية اشنا هي هي العقد عمل تلقائي يعني ديجي طال هذه الخاصية تتعطي الامكانية للدولة باش انه بمجرد ان العامل تياخذ هذيك الفيزا القنصرية الشدية تترسل للعمل يعني البريفيتورا على اساس باش تأكد واش مفاعلة هاد الخاصية الى كانت مفاعلة تعتوه الفيزا في كين الفرق الفرق هو انه هذك العامل من اللي تياخذ هذيك الفيزا وتيجي لايطاليا ما بقاش انه خاصه يتسنق يمشي عدد هذك المشغيل باش يمشي معاه للعمل ويدفع له الطالب اللا باش ما يبقاش يصام صراك ويقولك عطيني جوج للمليون عطيني ثلاثة ولا زيد نكادة ولا زيد ما بقاش هذي اذا اي عامل غادي جي مباشرة العقد العمل مفاعل اصبح رقمي ما غاديش تحتاج حتى تمشي البريفيتورا باش انك تسمي وتاخذ الضوصي لا تتاخذ على هذيك الورقة وتدفع الكيت بنفسك ما تحتاج لا باترون ولا اي شيء الباترون لانه ديجا من اللي يفعل هذيك الخاصية تتمشي العقد العمل اوتوماتيكي اذا انت يقول ليه هو فوق ظهروا دعب الكونتريبوتي وكل شيء اذا الاخوان سمعوا لي هذ الحلقة راهها مهمة جدا وراها حلقة اللي غا تبقى لمدة لانه صالح بحل مدة اكتر من سنة لحدود الفين وخمسة وعشرين باش تفهموا فيها هذ القوانين الجديدة كذلك هنا ملي هترا كل شيء باقي مدفعش لمشغيل طالب راه كل شيء تديروا لي هذ البحث ما يلا عمر هو الطالب باقي مدفعش وهنا مزيئا باش تتأكد بأنه هذك المشغيل راه صحيح وقانوني وإلا ما بقاش غذي تخرج له هذك الريشي فوتا لأنه أش كانوا تديروا هذك الناس اللي تشتغلوا في النصب كانت يجيتي عمر طالب تيدفع ولو أنه عار بأن المعلومات دياله كلها غير صحيحة لأنه أوتوماتيكيا تخرج له الريشي هذك التوصيل تيرسلوا كنت تقول الكود دي أنا دفعت لك وعطيني العربون هنا لا ما بقاش هذ القاضية هنا تدخل تعمر تدير هذ الكونترول اللي قلت لكم كامل إلا كان ما عندوش الحق ما تدعطوش الحق أنه يدفع تقولوا لله إذن ما غتخرج لي حتى ذاك الوصل يعني هنا رأيها مهمة يعني هذك الإنسان اللي غد يعطيك الوصل رأي 80% رأي قانوني أنا سنتكلم على القانون القادم ديال 2025 شهر جوج 2025 إن شاء الله كذلك مجرد أنه هذك المشغل تعمر هون من كونتر يقدر يدفع ما بقاش قبل أنا مثلا يجي مشغل يقول كودي يدفع لي يستسجول إيش حال بغيت يقول يدفع لي عشرة هنا ما بقاش هذ القادية إذن تدخل تحط هذك المشغل المعلومات دياله كاملة تحط حال عندو في الفواتير دياله حال تدير الفواتير تحط حال عندو في الدخل تحط حال عندو من عامل تدروا بحث دياله كل المعلومات تتحولوا أوتوماتيكيا للجنسية الانتراضي وتتحولوا للليمبس اللي هو صندوق داما اجتماعي الجنسية الانتراضي هي المكلفة يعني تابعة لوزارة المالية لتدير كونترول واش تسيد عندو خلص درائب واش بالصح مصرح بهذا كل الفواتير ولا لا ولا غير مزورين واش حقيقي ان هذا الدخل عندو ولا لا واش حقيقي انه عندو مثلا اربعة عمال واش مصرح بهم لليم بصول الله اذا كل هذ المعلومات يتم التأكد وهو رباقي غير في مرحلات ملء الطالب الى القاو انه هذك الفواتير وهذاك شي غير كافي تقولوا لي انت ما عندك الحق احتفش عامل وإلا كان تخرجوا لي تقولوا لي عندك الحق في عامل او في جوج او في عمر يعني باش تفهموا بانه هاتش راه مزيان انا صراحة عجبني لانه غادي يحيد باتاتا هذك الناس للصمصارة كما بقى صح تعبير الغير قانونيين غادي تحيدوا غادي يبقوا غير الناس اللي قانوني يساعد الناس مش مشكلة انك انت تساعد واحد الاخوان ديالك ولكن بشكل قانوني اش نوتي وقعتاني دائما في ملء الطالب قال لك كل مشغل يعني قدم في القانون السابق وجاء العامل ولم يفعل معه يعني العقد ممشاش يفعل العقد ديالو تيت بلوكا ثلاث سنوات يعني ما عندوش الحق يقدم لثلاث سنوات القادمة ديال هات السنة اللي هي 2025 و2026 و2027 ما يحلمش حتى الـ 2028 يعني اي مشغل جاء خرجوا لي كونترات ديال العقد العامل اللي سواء موسمي ولا غير موسمي رأي بحال بحال وجل هنا وما فعلش له الـ كونترات اذا تيت بلوكا لمدة ثلاث سنوات ما عندوش الحق يدفع اذا هنا ولو انه عمر شوف هنا هاتش كامل رباقي ما وصلناش للدفع مدام عمر تيت بلوكا غاد نمرو للشق التاني وهنا سامحوني قبل من مروا الشق التاني في الشق الاول دائما رأي زادوا واحد الكوطة ديال عشرة الاف شخص يعني عشرة الاف عقد عامل بأصح تعبير لمن للناس اللي مسنين ولا دوي الاحتياجات الخاصة وهنا رامل يتنقول المسنين ما يشي هو اللي عندو 70 عام يعني المسنين للناس اللي عندهم اكتر من 50 سنة لان قانون القوانين السابقة كانوا ما تعتهم الاسباقية كانوا تعتهم الاسباقية للناس اللي تحت من 40 45 سنة قليلين اللي تدوز في 50 سنة الا لكان عندهم ناس دوي خبراء ولا في مجالات لما كان العمال ديالهم اذا هاد الناس اللي اكتر من 50 سنة و 55 سنة و هذا و كذلك دوي الاحتياجات الخاصة هادو عاطينهم واحد الكوطة ديال 10 الاف عقد عمل ولكن الشرط المهم هو انه ما عندش الحق اي شخص عادي يدفع لهم لا عن طريق الاجنسية ديال لابورو فقط عن طريق مكتب الشغل ماشي مكتب الشغل لتابع الدولة ولكن هادوك الاجنسات اللي مسجلين قانونيا هادوك تسموه مكاتب الشغل لاجنسية ديال لابورو هادوك عندك الحق انهم يدفعوا لهذك الاشخاص دول الاحتياجات الخاصة ولكن هما من يدفعوا عارفين فين انه غادي يجي يشتغل هادوك حاجة جديدة داروها في الالفين وخمس وعشر كتجريبي ولا نجحات غادي ديرو احتفل القوانين القادمة ان شاء الله اذا سنمر للشقة الثانية والشقة الثانية هما للناس اللي جاءوا في عقود العمل ولا ما زال يالله جايين كي اللي يأخذ الفيزا دائما تتكلمون عن عقود العمل السابقة سواء هذه السنة أو السنة اللي فاتت اذا اي واحد جاء بالفيزا وسمعوا هذه المعلومة مهمة وكان هنا ولو احتى الناس اللي دخلوا محتهما ولكن بشرط انه تكون كونترا اللي جيتي بها بقى موفاش احتنى الناس اللي وفات لهم كونترا بل لات نعطيكم احتنتما الخبر الآخر ده بنت تكلموا على الشق الاول يعني الشق التاني على السؤال الاول اللي جاني اي واحد جاب عقد عامل ستة اشهر او تسعة اشهر وهذا عقد العامل باقي ما انتهت الصراحية بقي في شهر بقي في شهر بقي في ثلاثة وهذا المشغل ديالك هرب عليك ولا قال لك زيد الفلوس باش ندفع لك ولا لسبب ما او انت خدام معاه وقال لك زيد الفلوس باش نبدلك كين عندنا لكم الخبر الصار اشنا هو الخبر الصار ان قانونيا ده إلا كنت انت باقي الكونترا ولا باقي فيها غير يوم غير يومين استعجل باش تدير هات القادية هذي اشنا هي غادي تشوف مش شغيل تاني يائما تهضر مع نفس الباطرون إلا بغا يبدلك الكونترا ما كين احتش مشكلة وهنا الكونترا تنتكلم ابتداء من سانة إلى حدود ان ترمينادو إلى حدود بدون حدود يعني عقد عمل دائم بدون أي مشكلة في أي مجال في أي مجال كنت انتخذ دم في الفلاحة وجيتي بغايت تدير في البني ما كين احتش مشكلة المهم تكون عقد العمل باقي صالح يعني باقي موفاش وفي آخر إلا كنت يالله جيتي إذا انتخذ تسنة في آخر ستين يوم المهم آخر ستين يوم دائم العقد عندك الحق أنك تبدل مع نفس المشغل أو تلقى مشغل ثاني أشخاص تدير غادي تعمر طالب انتويه غادي دير لك تسجيل دائم العقد العامل وغادي تاخذ هذا المودي من الليمبس وغادي تدير كون شي فالكيت وغادي تدفع في البوستة قانوني بدون أي مشكلة وغادي تاخذ البرميس بدون أي إشكالية بلا ما تدفع للبريفيتورا بلا ما تسن الحصاص بلا ما تسن القانون بلا تحاجة يعني عادي وكأنك تدفع قانوني يعني ولو عندك غير ستة أشهر تنظن أن المعلومة واضحة حاجة أخرى للناس الأخرى اللي جاءوا يعني بعقود عامل موسمية ولقاوا نفس الشيء هذو المشغلين تتجرجروا عليهم ولتي يطلب لهم فلوس وانتهت الصراحية دي الكونترا دي هنه عندكم حالة أخرى سمعوا مزيان إذن هذا السيد اللي وفات له الكونترا دي وما بغا تشي واحد يدير معه بالنسبة للقانون راح بقى حارق لا دبق أشجت ووازي يعني حدد هالقانون وزادت أكذتها وزيرة العمل مارينا كالديرون من بعد الندوة الصحفية اللي جات من بعد هذا المجلس الوزاري اللي داره وأكذت فيه هاد المعلومة من يسولوها قالوا لها واجدب هاد الناس اللي جاوا وتاهوا مرة كانوا ضحية النصب دي هاد كما قالوا هما دي العصابات للنصب على الناس قلت لهم أنا كل واحد كان ضحية وعنده عائلة وعنده هذا إحنا غادي نساعدوه غادي ياخد البرميسو ديال 6 أشهر بشرط وقالت بأن هادك الـ 6 أشهر قابلة لتجديد لمدة سانة يعني غادي تجدوك 6 أشهر وصير بالري ما لقيت إيش عقد عامل غايع تجدوك 6 أشهر وصير بالري على عقد عامل وغادي تسجل يعني غادي تسجل مثلا في شي كورسوات في شي فورماتيوني في أي حاجة عادية بدون أي مشكلة ومن بعد تبري على عقد عامل ويبدو لك وتاخد عام وهكذا ما تتبقاش عندك موسمة وما تتبقاش حارق هنا أشغالت للوزيرة بشرط واحد أنك أنت تتعاون معهم علش غايت تعاون معهم قلت لي تعاون معهم على أساس باش أنهم يحاربوا هذوك العصابات ذي النص إذن هذا هو الشرط هو ماشي شرط ولكن لأن لو كان شرطا غيكونوا حطوه في القانون ولكن قلت لك باش أننا نحاربوا هذو الظاهرة إحنا غادي نساعده قدم ما تخافش رمع عندك حتى شي مشكلة ما تقولش غادي يتقدم ويرسلوني ولا يسايفتوني قلت لي إحنا ما غادي نرسلوا حتى شي واحد إلا إلا كان شي واحد تشك الخطر على الدولة أما إلا كان ضاحية من الضحايا غادي نساعده وغادي نحاول ندمجه وممكن ممكن إلا كان الحالة دياله تتسمح يعني وما قادرش أنه هو يستفد حتى من الله سينيو ذي انكلوزيوني ولكن هنا ما شيء للجامع على حاسب ديال كل واحد على حيذا إذن هنا اللي حاصل عنده الحق أنه هو يمشي قدم ولكن تسنة ماشي ذابا لأن هذا القانون سوف يفعل من بعد ستين يوم ولكن إلا كنتي من الناس اللي غتوفيلك هذيك الكونترا كما قلت لكم اللي كان عنده الكونترا باقى موفيتش إلا كان ستين يوم باقى ما غاديش تدخل يعني قبل من جوش بشهر 12 ماشي مشكية لسنة أما إلا كانت غادي تدخل من قبل من شهر 12 غير عمر ضوصي ودير هذي إجراءات رمع عندك حتى شي مشكية رغي يوافق لك ونطلب من الله سبحانه وتعالى أنني يكون وضحت هذي المعلومات كاملة وأضافت الوزيرة بأنهم غادي يزيدوا في عدد العمال سواء في الوزارات سواء في القنصريات سواء يعني كل الإدارات اللي تتعلق بهذا القوانين دي الأجانب على أساس باش أنهم يتم تسريع المساطير وتسريع الإجراءات دي التأشيرات ودي الدخول ودي الناس لغي يأخذوا البرميسو وأشياء كثيرة ما عليكم إلا تتبعونا في قناة الجرية العربية راه دائما كل مصادرنا رسمية وقانونية وأحاولوا تبارتاجي هذا الفيديو مع الإخوان والأخوات ديلكم باش تعمل فائدة لجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة